السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله ورحمة الله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى أيها السابقون مرحبا بكم في رحاب السابقين والسابقات ربنا يجمعنا وإياكم دائما في الفردوس الأعلى ويغنمنا وإياكم انتوزة بليلة القادر اللهم أمين نرد الحلقة رقم 22 وما زلنا نتكلم معنا علوم وهمة مساء ونفتر من المازج جميلة علشان تتأسى بهن نساؤنا في كل مكان ويعتبروهم قدوة لهن في زمن ضاعف فيه أكثر قدوات ولا حول على قوة إلا بالله العليل العظيم اتكلمنا المرة الفاتج معا عن أم سلام أم سلام اللي هو أم أنس ابن مالك أم أنس ابن مالك بعدما مات زوجها مالك كانت تلقن أنس الشهادتين كل إله إدى الله كل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت دائما تلقنه الشهادتين وتعلموا الإيمان رضي الله عنه ورضها وده واجب كل أم أن تردع ابنها الطاعة والبعد عن المعصية ومحبة ربنا سبحانه وتعالى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم قالت أن أخت سورية لو بنا أحفظها وبال فيها بتقول أن ابنها ختم القرآن وعنده خمس سنين فلما سألوها عن السبب قالت أن أنا وأنا كنت حامل في ابن دوت كنت دائما أقرأ كل يوم خمس جزاء القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى فالابن تأثر هو الابن بيتأثر هو ببطن أمه طبعا بيتأثر هو ببطن أمه بالأحوال اللي عيشها الأم ويمكن كان الأطباء عملوا تجارب على امرأة مدخنة فعملوا أشعة تلفزيونية على بطنها على الجنين فلقوا أن الجنين ساكن وهادي وأول ما تبتدي تولع سجارة بيحدث للجنين حركات تشنجية وعصبية غريبة جدا 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 فبيتأثر الجنين بأحوال أمه سواء كانت أحوال إيمانية أو أحوال غير إيمانية أحوال فيها طاعة وأحوال فيها معصية الجنين بيتأثر بأمه تأثر عين جدا الابن من كتر تأثره بالقرآن اللي كانت بتقرأه الأم طوال فترة الحمل نزل محب للقرآن جدا خمس سنوات بالضغط كان خاتم الكرآن بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يبارف أولاد المسلمين جميعا ويربنا أولادنا ويكونوا كسلفين الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم لعنى نكمل مع أمه سليم أمه سليم كانت يعني زي ما رأتوكم كده ابنها أنس كان هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم وزي ما تعرفين تزواجها أبو طالح الأنصاري وكان مهرها الإسلام أبو طالح الأنصاري ربنا أكرمه وأنجب منها ولد الولد ده كان لسه طفل صغير كان ففي يوم الأيام الولد ده مرض والحديثة في الصحيح مرض مرض شديد جدا فأبو طالح خارج برة رايح شغله وتجارته وزعلن جدا على الولد فلما خرج مات الولد مات الولد وأبو طالح كان خارج البيت فالمهم أمه سليم ما كان منها إلا أنها كلمت أهله وأهلها قالت لا أحد يخبر أبا طالح بموت ولديه إلا أنا حدش يخبره فراح ترخدت فلاح الصوار ده وراحت مرسلة ومكفلة وموطية حتى زي ما هون جاء أبو طالح من بره لأ زوجة أمه سليم قد تزينت كأجمل ما تكون النساء وعدت له الطعام فسألها كيف حال الولد قالت هو أهدأ ما يكون أهدأ ما يكون تحت المعنين إنه مات خلاص أو إنه خف خلاص فهي عرضت بالكلام قالت هو أهدأ ما يكون فأكل وشارب أبو طالح الأنصاري وأصاب من امرأته أم سليم بما يصيب رجل من امرأته ثم بعد ذلك قالت له يا أبو طالحة لو أن أناسا تركوا عارية عند أحد سابوا حياة كده إيه أمانة عند حد ثم جاءوا بعد ذلك ليطلبوها هل لهم أن يعطوهم الأمانة؟ لا طبعا ده أمانة بتاعتهم ده حقهم قالت ولكنها قد طال عليها الزمن يعني سيبنا بقالهم من ثلاثة أربع سنين قال ذلك أحرى وأدعى هم يردوا الأمانة قالت إذن فاحتسب ولدك فلقد ردت الأمانة إلى خالقها جل وعلا لقد مات ولدك فأزعل جدا وقال لها سبتين حدما أكلت وشربت وآتيتك وشكئ ورح رح شكاه للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فتمسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراوي فلقد رزقها الله عز وجل من تلك الليلة بولد صالح أنجب بعد ذلك عشر من الأولاد كلهم حفظوا القرآن وفي رواية كلهم جاهدوا في سبيل الله جل وعلا ده مثل عظيم جدا لعلو الهمة في الصبر على البلاء من درجة أن الأم بنفسها تستقبل هذا الحدث العظيم موت ابنها وطفلها وحبيبها بهذا الصبر والثبات والرضا على الخالق جل جلاله حتى يعني تكون مثلا لكل أم فقدت ولدها صلى الله عز وجل ليبارك فيها مع مسمين ولا بعطي هدية لكل أم فقدت ولدها بعطيها هدية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بس بعد ما تصدع لحبيبك صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الروه الترمذي بإسناد الحسن يقول إن الله عز وجل يأمر ملائكته بقبض روح ابن عبده مؤمن فإذا ما قبض روح ابن عبد المؤمن يقول جل وعلا وهو أعلم سبحانه وتعالى أقبضتم ابن عبد المؤمن يقولون بلى يا رب أقبضتم ثمرة فؤادي يقولون بلى يا رب فيقول جل وعلا فكيف وجدتمه وهو أعلم يعني كما بيعبر إيه لأمامات ابنه قالوا وجدناه يا أحمدك ويسترجع أول مامات ابنه قال الحمد لله إنا لله وإن إليه رجعون فيقول جل جلاله ابن العبد بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد يا الله تبخذوا بقى الحديث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت لهم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنف يعني الإثم يعني لم يبلغوا سن التكليف إلا أدخلهم الله عز وجل الجنة بفضل رحمته إياهم فيقول الأولاد الأممات يقول لهم يدخلوا الجنة فيقولون لا حتى يدخل أبوانا فيقولوا جل وعلا بدخلوا الجنة أنتم وأبوانا يا الله كل ده بفضل من ربنا سبحانه وتعالى ندي مثال ثالث جميل برضو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك الصحابي كان عنده ولد صغير كان لما الصحابي ده كان بيقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم كان إذنه ده في غير قمطة حواليه ويمينه شبال فالنبي سأله فقال أتحبه الرجل جواب جواب عجيب جدا جدا يعني ما سمعته من قبل قال النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يحبك يا رسول الله زي ما أنا بحب ابننا يا إجابة غريبة جدا المهم بعد كم يوم غاب هذا الصحابي الجليل فالنبي سأل عنه أين فلان وكان نبع السلام كان من حبه للصحابة كان يتفقد الصحابة دائما أين فلان قالوا غاب يا رسول الله لأنه قد مات ولد الذي كنت تراه يعني ابنه اللي كان بلع حواليه ده مات فذهب النبي عزي وقال له أكنت تحب أن تمتع به عملك كله أو أنك يعني أقول تتحب أن ابن لا يعيش عمرك كله وتتمتع به ووده وجوازه وولاده كلام به كله أم أنك تحب أن لا تأتي يوم القيامة إلى باب من أبواب الجنة الثمانية إلا وجدته ينتظرك عنده قال بل بل لا أجد يوم القيامة بابا إلا وجدتني ينتظرني عندهم فقال فهو لك إن شاء الله هتليل منتظرك على أبواب الجنة الثمانية فقال واحد من الصحابة أهو له خاصة يا رسول الله أم لكلنا قال بل لكلكم بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم الإنسان لما يصبر ويحكسب إن شاء الله يؤجر يوم القيامة ويؤجر في الدنيا والآخرة ربنا يغنينا وإياكم الخير دائما بصدر الله سبحانه وتعالى فأم سلم احتسبت ولده ورديد هذا القضاء فأكرمها الله عز وجل في الدنيا والآخرة حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت أم سليم في جنة الرحمن جل وعلا فهي من ضمن النساء اللواتي بشرنا بجنة الرحمن سبحانه وتعالى ده مثلا عظيم جدا لكل أخت مسلمة إن هي ترضى بأقل القليل من أجل أن تفوز برضوان الرب الجليل جالك واحد يجاوزك ثلاث مقت وعودت الشرطة عليه شفكة بـ 20 ألف مؤخر 200 ألف والشقة لازم تكون على النيل ولابد نكون الفرش جامل من إيطاليا ولابد نشعر في إيه ولابد نشعر في إيه وأنا مش قال من بنت خلتي أصلا بنت خلتي جاوزت مش عارف مين وبنت عم تجاوزت في وجارتي وزملتي في مدينة جاوزت بصي لأهم حاجة أمرت بها النبيع السلام قال صلى الله عليه وسلم كما عند التلميذي بسند صحيح إذا أتاكم وحسنوا بعض أهل القلم إذا أتاكم من تربون خلقهم ودينا فزوجوا إلا تفعلوا يعني لو ما عملتوش كده تكون فتنة في الأرض وفساد كبير يا الله أهم حالة أنك تردم إنسان عنده دين هتفرح بإيه لما يجي جاوزك واحد مليونير ومعندوش دين مش معنى كده أن كل مليونير معندوش دين لكننا بكلم عموما يعني أن لو جالك واحد عنده فلوس بس ما عندوش دين هتفرح بإيه هيجي لك ويجيب لك أصر ولا فيلا ولا ولا ويبعدك عن طاعة ربنا ويبعدك عن جنة الرحمن ويبعدك عن اتباع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم ويكون السبب دخولك النار يبقى فرحته أن واحدة تفرح بإرشين ثلاثة وبعد كده تودنا في سهف ربنا عافين عافيك لا بالعكس ده أنت تعيش مع زوج محترم إنسان فاضل يعينك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى في مقابل أنه ياخد بإيدك إلى جنة الرحمن مثال جميل جدا 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 فوق ما تتخاري بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم كان في أحد التابعين وهو سيد من سادات التابعين هو سعيد ابن المسيب والقصة أوردها الإمام الذهبي في صير علامة البناء وأوردها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية سعيد ابن المسيب رحمه الله رحمه الله سع كان عنده بنت يعني في غاية الحسن والجمال والأدب والعلم والتقوى والورع يضرب بها المثل من اللي سمع عنها؟ سمع عنها أمير المؤمنين في هذا الوقت عبد الملك ابن مرهان عبد الملك ابن مرهان طلب من سعيد المسيب أنه يجوز بنته لابنه اللي هو الوليد ابن عبد الملك عبد الملك ابن مرهان مش بيحكم دولة ولا محافظة بيحكم 26 دولة عايزة بتتخيلها معها الكصة دي يعني بتتأملها تماما بيحكم 26 دولة 26 دولة وجاي يقول لواحد عايز بنتك لابنه ياد الشرف ياد الهنى يعني ياد السعادة نهاردة لو واحد عرف ان محافظ ولا وزير ولا رئيس وزره ولا حتى مدير عام أو غير المم يعني ايه؟ جاي عايز بنتي لابنه يعني يعني فرحان جدا يعني فتخيل اللي واحد طالب اني هجوز بنت سعادة المسايب لمين؟ لابن أمير المؤمنين وهو كمان بعد كده هيبقى أمير المؤمنين هيبقى خليفة من بعضه اللي هو الوليد ابن عبد الملك اللي بعد عبد الملك النوران هيتعاين بعدها برضو من ضمن اللي هاخدو الموضوع ده الوليد ابن عبد الملك فالمهم قدر ربنا سبحانه وتعالى ان سعادة ابن المسايب رفض رفض؟ اه رفض سبحان الله طيب ليه يعني؟ هو كده طيب راح عبد الملك ابن المران راح موسط ناس علشان سعادة ابن المسايب يوافق راح رفض برضو وكلم ناس ورفض وحصلت مشاكل كبيرة جدا وراه مزيق رفض الموضوع جوزها المين؟ تخليلي حضراتي جوزها المين؟ جوزها لشابة فقر جدا 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 وهتشوف دلوقتي ماذا ده الفقر الوافر اسمه كثير ابن أبي ودعه كثير ابن أبي ودعه ده كان من تلاميذ سعادة ابن المسايب كان من أنجل تلاميذه حوالي أربع خمسة أيام فقبل سعادة ابن المسايب أين كنت يا كثير؟ قال له لقد ماتت زوجتي فكنت أكفنها فقعدت أربعة ثم كده حزان عليها فقال له سعادة ابن المسايب فهل استحدثت زوجا غيرها؟ يعني نترك جوزتان ولا لسه قعد من غير زوجها؟ فقال له يا أبا محمد ومن يزوجني؟ وأنا لا أمتلك من الدنيا سوى درها مين؟ أو ثلاث فقال له سعادة ابن المسايب لو فعلت أنا تفعل؟ لو أنا هجوزك بقى بنتي على درها مين أو ثلاثة توافق يا كثير؟ طبعا كثير مش مستعد من وضوع ده مين لو عارف إن بنتي سعادة ابن المسايب طلبها مين؟ أبيري مؤمنين ورفض هجوز الواحد ما عندوش غير درها مين أو ثلاثة؟ اتنين ثلاثة كده؟ فقال له أبا تفعل يا أبا محمد؟ أبا محمد دي الكنية بتاعة سعادة ابن المسايب قال أفعل؟ فقام سعادة ابن المسايب في نفس اللحظة وقال أحمد الله وأستعينه وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد يا كثير فلقد زوجت كدنتي على درها مين وفرواية على ثلاثة درها مين طبعا يعني طبعا كثير لو ودعه ويش أصدق نفسه كان في اليوم ده كان صايم فأقول فذهبت إلى البيت وأقدامي تسابق الريح من فرحك طبعا فرحان فرحة شديدة جدا قال وكنت صائما فسمعت أذان المغرب فعجلت بالإفطار لأنه يا أسلام أمرنا بذلك كما تزال أمتي بخير ما عجلت الإفطار وأخرت الصحور فالمهم قال فعجلت الإفطار الإفطار كان هي يا جماعة ما كان شيء ميونيز وبطن صليء وجريفروت وشعف إيه وكلام بكله ولا شاور ما أفتاع كان خفزا وزيتا يا سبحان الله وكانوا ناس في قمة الرضع على الله سبحانه وتعالى أرض بتبقى المائدة مليانة من أصناف الأطعمة والمشروبات والعصائر والراجل قاعد وزهان وفين الأكل الفنانية ينفع الأكل من غير كذا ففين الجنبار وفين مش عارف إيه سبحان الله وقليل من عباد الشكور قال فعجلت الإفطار فكان خفزا وزيتا ولسا بياكل باسم الله قال فسمعت أحدا يطرق على الباب فقلت من؟ فقال سعيد قال ففكرت في كل سعيد إلا سعيد بن المسيب ليه؟ قال فإنه لم يرى منذ أربعين سنة إلا ما بين البيت والمسجد أربعين سنة جماعة ما بين البيت والمسجد ما بيروحش أي حتة تانية قال ففتحت فإذا هو سعيد بن المسيب له شيخه بقى فقلت يا أبا محمد يرحمك الله هل أخبرتني حتى أتيك معقول أنت لجيني حد عندي فقال له سعيد بن المسيب شفت وضع العلماء قال مثلك أحق أن يؤتى لقد أنت لديك حق علينا نحن نجيلك الحد عندك ثم قال له يا كثير لقد سمعت أنك شاب عزب إن عرفت إنك النهاردة أنت زوجتك ماتت فكرهت أنت بيت الليلة بلا زوجة يا الله تعالوا نهاردة بقى نشوف إن الحموات بيعملوا إيه النهاردة والرجالة بيعملوا إيه النهاردة في اللي جيد قدم لبنته ربنا عافينا عافيك يعني زل القبل بيرهوله فمزاوه كيب كذا وتساوه كذا ممكنتش شقة تبقى خمس مطارح وثلاث أربع حمامات واثنين ريسيبشن بيكون مستويين والمستراميك مش عارف إزاوه ده جوازة بتبتبوز على رجلة الأنطرية مش مذهبة فمزاوه؟ يعني سبحان الله فقال فقايته أنت بيت الليلة بلا زوجة زوجته اللي هي بنت سعيد المساوي كان حاطتها فين ورى ظهره هو طبعا جوزه له خلاص قد زوجته كان بقى على درامين أو ثلاث وراح واخد البنت وحطها في قلب الضار وقفى الباب ومشي ما جايش بقى في وسط الموضوع ده وقال له طب يا ابني وعليش يعني برضه عشان ضمان مستقبل بنت يعني شو هقول يا سيبه كده طب يا حبيبي قد الزوجة بس وعليش بس انبه هنا بس على الورقة دي وانه ما نتفهم بعدين طب يا حبيبي بس القيمة بس فهم زي ما عملش الكلام ده خالص مخسرش غوز بنته عشان دنيا وده مش معانا ان احنا برضه ما نأمنش بقيتنا نأمنهم في زمن خربت فيه أكثر الزمن صح؟ بس ما يبقاش الدنيا بالمنظر ده ما تبقاش الموضوع عبارة عن بيع وشروع لا الموضوع مش كده خالص فقال يعني دي زوجتك وراح قافل باب وماشي ايه اللي حصل؟ خب بالي بقى قال الكثير من يبهوا دعا فسقطت المرأة من الحياء من ايه؟ من الحياء الله يلحمه كان راجل طيب فهم ازاي؟ يعني كبت المرأة مبارد ما تشوف راجل يغم عليها دولة احنا بيمشي نتعكس في الشارع يعني فهم ازاي؟ قال سبحان الله فايه؟ فسقطت المرأة من الحياء قال فحمدت الله عز وجل ليه؟ قال لي ان انا خفت الاحساب تشوف في ليلة الدخلة الخبز والزيت يعني ليلة الدخلة خبز والزيت وبعد كده انا اكل كراتين ما فهم ازاي؟ فقال اما انا فخبأت الخبز والزيت وصعدته على سطح البيت ليه؟ عشان ينادوا على واحد صاحبه ساكن من في البيت اللي جنبه عشان يجيب له اي حاجة يعني فلوس كده عشان ايه يقدر يعيش مع الزوجة دي شوية لحد ما ربنا فقال فنادى يا فلان يا فلان اتري ام كثير كتقعد عند ام فلان ده فها ثلاث ماذا تريد يا كثير بتنادى على صاحبك ليه؟ قال لها ابدا يا امه تزوجت فاحتاجه الى بعض المال حتى استعين على عيشه مع زوجتي قال لك ما تزوجت يا كثير؟ قال لها اجل يا امه قالت فوجهي من وجهك حرام انقربت منها قبل ثلاث اوه اتقرب لها قبل ثلاث يام اخدها كده بزبطها كده فعين تجوز اللحظ فجات الام كثير ورحت واخدها البنت مفوقها ورحت واخدها عندها البنت ثلاث يام بقى صنفرة ودوك ووشة اول ووشة تان وزبطتها وخليتها زي الفل ورحت مدخلها عليه على كثير ابن ابو ودعا قال فدخلت بها فاذا هي من اجمل النساء واذا هي من احفظ النساء لكتاب الله ومن اعلم النساء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اعلم النساء بحق الزوج قال فبدت معها بان عمليها فلما اصبح الصباح اردت ان اذهب لاتعلم العلم على يدي ابيها سعيد ابن المسيب فقالت الى اين انت الذهم يا كثير قالت ليك اجلس انا اعلمك علم سعيد ابن المسيب وجلست تعلم كثير ابن ابي وداعا علم ابيها سعيد ابن المسيب عشان تكون عندك الهمة العالية دي اختنا الفاضلة ان انت تطبيب العلم لحد ما تعلم زوجك واولادك مش عيب يعني الزوج لما تعلم زوجته مش عيب لو عندها علم ما شاء الله اتعلم منها والانسان يقبل الحق من اي انسان كائنا من كان ايه المشكلة؟ فهذا مثل عظيم جدا عشان تعالوا هيمة من النساء وعشان نشوف لنورر النساء والورر الجالة برضو قد ايه النساء كان عندهم ما شاء الله علو هيمة في كل انواع العلوم بل وفي كل مناح الحياة بفضل الله سبحانه وتعالى اخر مثل نختم به وزي ما قلت لكم ان من اخصب تخير لكن انا اقول ان من اخصب تخير انا محتار انا امين واسيد مين لكن نختم باخر مثل في علو الهمة في البذل والعطاء والتضحية من اجل دين الله عز وجل مثال عظيم جدا انا وهو الخنساء الخنساء دي جماعة في الجاهلية قبل ان تسلم كان لها اخ برضو كافر كان اسمه صخر صخر دوت في يوم الايام واحد اثر فلما مات قالت الخنساء والله لأملأن الدنيا عويلا وبكاء على صخر انا افضل بقى كده افضل عيط عليه واملأ الدنيا كلها والناس كلها تتكلم وتتحدث في الكتب والتوريخ عن بكاء على صخر وكانت تنشر شعرا صفرها التاريخ كانت تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا واذكره بكل غروب شمسي ولولا كثرة الباكية حولي على اخوالهم لقتلك نفسي الياب يسمى العلماء ايه التسلي التسلي الانسان يتسلي بمصيبة غير انسان بيبقى مريض بمرض معانا وبينشفه وانا مرضى مصنين وقعد في البيت حاسس بان مفيش حد مريض في الدنيا غيره طيب اتنقل المستشفى ودخل عمبر في كل الناس مرضانين نفس المرض بتاعه قبلك فانا ايه مع الصرير الي جنب بيتاوى والي قضامه بيسترخ والي هنا مركبين له ايه سجين والي دوت مواصرين المحالين فلما يشوف اللي حواليه يقول لا انا الحمد لله رب العالمين ده لا احسن من غيري فيهون عليه مصابته لانه رأى مصائب غيره واحد ابو مات فحزنان عليه فلما يفتكر ان ناس كتير جدا باهبهاتهم ماته فبرضو بتكون عليه المصيبة واحد ابنه مات فلما يعرف انه يفتحون كتير جدا ابنهم ماته فبتكون عليه المصيبة وهكذا فبتكون المصائب لما تشوف غيرك أصيبة وبتليب نفسه مصيبة ولذلك كان من ضمن عذاب الاهل النار المعنوي انه مفيش تسين انت عارف عذاب اهل النار فيه عذاب حسي وعذاب معنوي والعذاب المعنوي عند اهل النار اشد من العذاب الحسي يعني بدون العذاب المعنوي ان اهل النار تتضخم اخسامهم ضخامة غير عادية كما ثبت ذلك في الحديث الاذراء المسلم والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال درس الكافر وفي رواية نابو الكافر يوم القيامة مثل احد درس الواحد انسان في بقه اثنين وتلاثين درس وسنة كل سنة وكل درس في حجم جبل احد طولي كلام مش معقول اقول لك ها كلام معقول لما تشوف بقية الحديث درس الكافر يوم القيامة مثل احد وسمك جلده اربعون ذراعا وفي رواية سبعون ذراعا ولا اختلاف بين الرويات ان كفر بين الناس من يكفر يعني يختلف كفر هذا عن هذا وسمك جلدي طب اسمعنا الجلد مش اللحم ولا العضو قالك لان المراكز الاعصاب كلها في الجلد مش في اللحم والدليل على ذلك قول المولى عز وجل في سورة النساء كلما نضجت جلدهم بدلناهم جلودا غيرها لينذوك العذاب يبذوك فين في الجلد قل بلك وسمك جلديها اربعون ذراعا ومجلسه من جهنم وفي رواية ما بين منكباي كما بين مكة والمدينة من مكة والمدينة دي حوالي 450 كيلو حط بقى في الجسم ده كده اثنين وتلاثين جبل احد يبقى مظبوط صح كده ويبقى ايه قالك اصلا النار الاخرة مش زي نار الدنيا النبع السلام يقول كما عند مستم ناركم هذه التي توقضون عليها هي جزء من سبعين جزءا من نار الاخرة وفي رواية احمد هي جزء من مئة جزء فقال يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا لكافية يعني لو هنتعز بيوم اياما بنار الدنيا ده كفاءة قوي قال اجل ولكنها فضلت عليها يعني نار الاخرة فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها فالنار الضخمة دي عايزة جسم ضخمة ورده عشان بقى يقتم بقى بتاكل فيه وشف ايه واول ما يخرس الجلد يطلع له جلد التاني يخرس وهكذا الى مال نهاية ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين واجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى اللهم اماني خب بالك بقى فده عذاب حسي عذاب حسي التاني بقى الغسلين والغصق والزقوم ومش عارف ايه وقودية النار والنار فوق ونار تحته والمهاد من النار فالعذاب المعنوي كلما دخلت أمتهم لعنات أختها يبغ هما اللتين فى النار وده بيش تنفيذ ده وده بيش تنفيذ ده قوله انت السببه انت والذي تنر جاءنا انا كنت كويس وانا كنت وكنت وانت السبب انت اللي اغويتني انت اللي دمرتني كلما دخلت امتهم ايه لعنات أختها عذاب ثانى معلوي من ضمن العذاب المعنوي ان يعني ايه ربما يود الذين كفر لو كانوا مسلمين انما يخش عصاة الموحدين النار مع الكفار ايه اللي يحصل اللي يحصل ان الكفار هيقوله لعصات المسلمين ما اغنى عنكم اسلامكم انتوا اسلامتوا وكده واحنا كفارنا واحنا يتين في النار مع بعض فيغضب الله عز وجل للموحدين فيأمر الملائكة فتخرجهم من النار قد بالك بقى فلا يقفل النار إلا من سيخلق في النار فتغلق عليهم أبواب الجهنم ويحبس كل واحد منهم في مكان فلا يرى الآخر فظن كل واحد منهم ايه انه هو فضل في النار لوحده هتكالك طب هو كان يعني رغم عذاب النار الشديد ووه لكن كان بيتسلم لجنبه برضه يعذب انه ما بقى لما يتحبس لوحده يقول لك اه سجن انفراضي في النار تخيل فظن انه ما فيش حد في النار الا هو الوحده بس يبقى ما عندهمش ايه التسلية يبقى من ضمن العذاب الذي يصلط على النار انه ما فيش تسلية في النار لكن اشد عذاب الاهل النار هو ايه حجبهم عن رؤية الواحد القهار سبحانه وتعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ولذلك قال امام بن قيم في حد الارواح رحمه الله رحمه الله سعى قال والله ما تلذذ اهل الجنة بنعيم مثل رؤية وجه الرب الرحيم وجون يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة الذين احسنوا حسنوا وزيادوا وما يتعذب اهل النار بمثل عذاب حجبهم عن رؤية الله كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون نرجع للخنساء في عجلة سرعة كده فالخنساء لما مات صخر قاعد بقى تقول الشاعر ده وبكاء وعوين طب بعد كده اسلمت لما اسلمت وولادها بقى كبره وجوزها مات خلاص فأدركت معركة القادسية في زمن عمر بن خطاب كان قائد معركة القادسية كان سعد بن أبا وقاس فراحت مقدمة أولادها الأربع وراحت مجمعهم تعالوا قالت والله الأولادي إنكم لأبناء رجل واحد وإني لا احتسبكم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فاصبروا وتكفنوا وتحنطوا وأخلصوا الجهادة في سبيل الله إلا أربع دخلوا واللا أربع استشهدوا فجاء ناسي هنقولها أبشيري فقد استشهدوا قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وإني لا احتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لك أنثرة بسيطة جدا لعلوهمة النساء أسأل الله عز وجل أن تعالوا همم نسائنا بإذن الله جل وعلا وأن يجمعنا بكم جميعا في جنات الفردوس التي فيها مال عين ومرأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب وشر نلتقل غدا إن شاء الله على خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته